وصف إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إطلاق سراحه باليوم التاريخي مشيدا بنزاهة القضاء السوداني وطلب غندور الأحزاب السلسية بتوحد ونسيان الخلافات من أجل مصلحة البلاد في السياق رحب حزب المؤتمر الوطني في بيان له بالبراءة القضائية لقيادات الحزب وقال إنها تشكل فرصة سانحة نحو انطلاق وطني جديد وكانت محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة قد برأت 13 من قدة وعضاء حزب المؤتمر الوطني على رأسهما رئيس الحزب إبراهيم غندور ووزير الخارجية الأسبق من تهم تقويد النظام الدستوري وتنويل الإرهاب في حكم نهائي غير قابل للاستئناف برأ القضاء السوداني رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم الغندور واثني عشر شخصا آخرين من تهم تتعلق بتقويد النظام الدستوري وتمويل الإرهاب الغندور أشاد بالحكم وبالقضاء السوداني واصفا قرار الإفراج عنه بالتاريخي هذا يوم تاريخي في تاريخ العدالة في السودان العدالة التي حاول البعض أن يسيسها وحاول أن يقضي عليها حتى أهل السودان قد وصلوا إلى درجة من الإحباط أن العدالة لنتحقق في بلادنا مرة أخرى لكن قضاء السودان العادل ينظف في كل يوم في كل يوم يمر أن هذا القضاء العادل لن يظلم عنده أحد كما عبر عن أمله في مستقبل أفضل للسودان وتوحد الأحزاب السودانية مع أطياف الشعب كافة رسالة لكل الحزاب السياسية توحدوا من أجل البلاد توحدوا من أجل البلاد توحدوا من أجل البلاد بلادنا تحتاج لكل فرد من أفرادها فحافظوا عليها وأشوا الخلافات حزب المؤتمر الوطني أشد أيضا بالقضاء السوداني وصفا إياه بالنزيه بعد رحلة تقاض طويلة استمرت زهاء 22 شهر الغندور الذي صار الآن حرا طريقا كان يواجه مع 12 شخصا آخرين تهما تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب فضلا عن محاولة اختيال رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك في مارس من عام 2020 وتفجير لجنة إزالة التمكين ومحطة بر الحرارية وكان الغندور وزيرا الخارجية في عهد رئيس المعزول عمر البشير وأحد أبرز الوجوه التي أوقفتها السلطات السودانية من رموز نظام السابق مع آخرين من ضباط ومدنيين بتهمة محاولة الانقلاب على الحكومة الانتقالية في البلاد أنه إلينا عبر الإنترنت من الخرطوم دكتور إبراهيم مغندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول دكتور إبراهيم مرحبا بك أنت رحبت بذلك الحكم القضائي واعتبرته حكم تاريخيا وأنه رمزي على عدالة منظومة القضاء السودانية الاتهامات المرتبطة بتقويض النظام مرتبطة بما بعد البشير مرحلة الثورة والمرحلة الانتقالية هل يعني ذلك أنك تعتقد في عدالة هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا التحية عبركم لكل الأخوات المشاهدين وأنا أكرر بأن قرار إطلاق صراحنا بالبراءة الكاملة هو يوم تاريخي وشام في شامة العدالة في السودان بالذات بالنسبة لمنظومة القضاء السيد القاضي الذي تلى مرافعة قوية جدا اعتمدت على كل القوانين المطبقة في السودان وعلى التجارب العالمية وعلى السوابق في تاريخ القضاء السوداني وعلى ما هو مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة ورأي الفقهاء اعتمد في كل ذلك على كل الشواهد التي قدمتها صحيفة الاتهاب وأثبت ما لا يدع مجال للشك بأن تلك القضية لا تقف على سيقان ولذلك أطلق صراحنا بالبراءة ولكن الذي حدث هو أننا لجأت السلطات إلى تقديمنا للقضاء بعد أكثر من عامين حسب لوائح سجون السودان في السج وبعلوم أن تأخير العدالة هو ظلم في حد ذاته ونحن وصلنا حتى مرحلة الإضراب على الطعام لنصل إلى منصة القضاء وبالتالي أنا لا أحكم على مرحلة ولكنني أحكم على مؤسسات لأن هناك مظلومون كثر أنا أعرفهم داخل السجون بقوا لأكثر من ثلاث سنوات دون أن يقدموا للقضاء حتى الآن ولكن أتحدث عن منظومة القضاء التي أثبتت أن قضاء السوداني قضاء نزيه قناة صاحب طاريخ مضيء وبالتالي على أهل السودان أن ينظروا لهذا القضاء بكل التقدير والإكبار والتبجيل نعم ولكن ما زال سؤالي مرتبط بهذه المرحلة أنت تحديدا دكتور إبراهيم كآخر وزير خارجية في مرحلة البشير لا يمكن أن تعبر فوق المرحلة الانتقالية دون أن تعبر هل هذه العدالة هي عدالة هذه المرحلة هل هذه العدالة مرتبطة بنظام البشير من أين جاءت عدالة هذه اللحظة أنت تحيي هذه العدالة من أين جاءت هذه العدالة جاءت هذه العدالة أنا أحيي العدالة أن جاءت من المرحلة الانتقالية والثورة أحيي العدالة في شكلها الموجود في القضاء ولكن أقول لك إذا سردت لك ما حدث مع النيابة العامة التي حبستنا وبعد أكثر من ثلاثة أشهر جاءت لتسألنا عن التهم التي توجه لنا هي حبستنا في السجن ثم بدأت تجبأ في المعلومات ولم تجد إلا شاهدا واحدا ادعى أنه كان مشاركا معنا وفي النهاية ختم كل القضية بأنه أنكر كل ما قاله حتى أمام القضاء بأنه كان تحت الضغط وكان تحت التعزيب وكان تحت التخويف وكان تحت الابتزاز وكان تحت الترهيب والترغيب ولكل ذلك تم حبسنا لما يقارب العامين وبحسب لوائح سيون السودان لأكثر من عامين في تهمة باطلة تماما جاء القضاء ونقضاء أنا هنا أفصل تماما ما بين القضاء السوداني وبين النيابة التي حبستنا دون وجه حق ولذلك أنا لا أتحدث عن هذا لتمرحلة سواء كانت على أيام البشير أو ما بعد البشير أنا أتحدث عن مؤسسة قضائية نزيهة رأيت حكمة أمامي لا أصفها بذلك فقط لأنها حكمت ببرائتي ولكن لأنها وجهت وضحت نقطتك في ذلك دكتور إبراهيم اسمح لي بسؤالك أنت في أول تصريح لك بعد سماعي الحكم تحدثت عن ضرورة توحد الأحزاب السياسية وأسلفت بعد ذلك بأن كل فرد أو السودان تحتاج إلى كل فرد هل يعني ذلك عودتك لأ الحياة السياسية مرة أخرى ومحاولة إعادة الحزب الذي تم حله مرة أخرى إلى الحياة السياسية على الرغم من الرفض الذي وجه إليكم من قبل الثورة السودانية وقيادات الثورة السودانية والشعب السوداني الذي قام بهذه الثورة أولا أنا أترك الساحة السياسية السودانية وكنت تركتها فلم أكن لا أدخل إلى السجن أنا خرجت حتى أمس وكنت محبوز بسبب نشاط سياسي والآن أنا أمارس نشاط السياسي بصورة طبيعية هذا حق دستوري كفله دستور السودان وكفلته كل الشرائع حق التنظيم حق مكفول المؤتمر الوطني تم تجميده أو حله أو إيقاف نشاطه بواسطة فئة سياسية وفقا لوثيقة دستورية حتى أهلها اتهموها بأن وثيقة دستورية تحتاج إلى تعديلات كثيرة نحن الآن نلجأ إلى القضاء للحصول على حقنا في التنظيم وحقنا في ممارسة نشاطنا السياسي وبالتالي ليس أولئك من يستطيع أن يحجر على حقنا في الممارسة السياسية المؤتمر الوطني حزب مثل بقية الأحزاب ومسجل وفقا لقانون الأحزاب السياسية على الرغم من أن المؤتمر الوطني تم حله إلى أنه دأب على إصدار بيانات كما قلت لم يتوقف عن ممارسة السياسة ولم تتوقف أنت ولكن لم أسمع منك ولم أسمع من المؤتمر الوطني كيف يرون قرارات الخامس والعشرين من جهر أكتوبر هل يعتبرونها انقلابا كما تعتبرها قوى المعارضة أم يعتبرونه تصحيحا للمسار الثوري كما تعتبرها قيادات المؤسسة العسكرية ومن يؤيدونها نحن لا نحكم على غرارات 25 أكتوبر بأنها انقلاب سياسي إذا حكمنا عليها فيجب أن نحكم على 11 أبريل بأنها انقلاب أيضا انقلاب عسكري نحن نحكم على ما يجري وفقا لما ورد في الوثيقة التي طرحها رئيس المجلس السيادي بعد 25 أكتوبر في أنه مسار تصحيحي ووضع لذلك أسس ووعد بتكوين حكومة مدنية برئيس وزراء مدني ووزراء غير مسياسين وغيره من تمين إلى أحزاب نحن في انتشار نحن في انتظار ما وعد به صيد رئيس المجلس السياسي والسيادي وبالتالي حتى عندما ننظر إلى المجلس السيادي فهو ليس مكوى من عسكريين فقط مكوى من عسكريين ومدنيين وقاد لأحزاب سابقين وقاد لحركات الكفاحة المسلحة وقاد لحركات التمرد التي سالمت في جبا وبالتالي كل ذلك هو يمثل منظومة كاملة لا يمكن أن نأخذ جزء منها ونصف الآخر بأنه انقلاب عسكريين نحن ليس لنا وصف لما حدث بعد 25 أكتوبر هو بداية تصريح المسار إن كنت ترى إن كنت ترى دكتور إبراهيم غندور أن الحكم على 25 من شهر أكتوبر بأنه انقلاب يستدعي وصف 11 من إبريل بأنه انقلاب وأنت لا تتفق مع ذلك فماذا ترى 11 من إبريل أنا أرى 11 من إبريل هو انحياز من القوات المسلحة لشعب خرج يطالب بالتغيير وهذا قلته في أول يوم كن ليفت بي رأسة المؤتمر الوطني وبالتالي أنا لا أناقض نفسي أنا موقفي ثابت من كل ما يحدث في السودان لكن عندما وجهت رسالتي للحزاب السياسية من أجل التوحد قصدي هو أن نمضي جميعا لنقدم عبر انتخابات حرة نحياز القوات المسلحة للشعب السوداني في 11 من إبريل بعد قرارات 25 من أكتوبر وحتى اللحظة لم يمر أسبوع واحد لم يقتل فيه متظاهر خرج المتظاهرون رافضين لهذه القرارات في 25 من أكتوبر واستمروا في المواكب حتى يومين من الآن في 6 من إبريل كان هناك مسيرات وما إلى ذلك هناك حركة رفض شديدة من قبل المعارضة ومن قبل مواطنين السودانيين لماذا لم تنحاز المؤسسة العسكرية أو قيادات المؤسسة العسكرية مرة أخرى إلى الشعب السوداني كما فعلت في 11 من إبريل أولا الشعب السوداني الذي خرج في 6 أبريل وحتى 11 أبريل كان واضح أنه يمثل منظوبة غالبة جدا من الشعب السوداني انتظمت في ذلك الحراك الآن الأمر مختلف الأمر الآن أصبح توجهات سياسية لبعض الأحزاب وبالتالي من حق تلك الأحزاب أن تعارض ما تريد أن تعارضه ولكننا نقول بأن الأمر الصحيح ونحن أصحاب تجارب ما بعد أكتوبر 64 ومعد أبريل 85 أن الفترة الانتقالية فترة محددة فترة معروف أنها لا توجد لا حاضنة سياسية إنما حاضنتها كل الشعب السوداني وكل أحزاب وقواء السياسية يتوجهون جميعا صوب انتخابات حرة نزيهة شفافة تقدم من يريد الشعب لكن البعض يريد أن يستمر في الحكم بتفويد لم يكن من كل أفراد الشعب السوداني تفويد غير انتخابي ويريدنا الرجوع إلى ذلك هذا أمر مرفوض من جاربنا ومن غالب الشعب السوداني ما نرجوه الآن أن نتفق على فترة اتقالية يحكمها نظام متفق عليه حكومة مدنية متفق عليها تمضي بنا إلى انتخابات حرة ونزية البعض لا يريد ذلك للأسف وبالتالي إذا أرأت الأحزاب السياسية أن يمضي العسكر إلى ثقناتهم وأن يسلموا السلطة لحكومة مدنية عليهم أن يتوحدوا أولاً وفقاً لما يجري الآن وأن يتوافقوا على تاريخ للانتخابات لكن البعض يريد أن يحكم دون طفويل شعبي ودون انتخابات لماذا لا تسمي البعض بشكل واضح يعني الأوراق السودانية معروفة ومنكشفة للجميع لماذا لا تسمي البعض الذي تحدثت عنهم الآن مرتين بشكل واضح من الذي تقصدهم بالبعض الذي لا يريد حكومة بمقراطية أنا أتحدث عن الأحزاب الأربعة التي حكمت بالوثيقة الدستورية بعد التغيير الذي حصل في 11 أبريل وهذه لم تكن غالب الشعب السوداني ولم تكن كل قواه السياسية كانت المؤسسة العسكرية أيضاً هي الأخرى حكمت خلال هذه المرحلة قبل الـ 25 بمجرد الوثيقة الدستورية لماذا قيادات المؤسسة العسكرية وافقت على ذلك لماذا حكمت بوثيقة تعتقد أنها غير لا تمثل الشعب أنا هنا لا أدافع المؤسسة العسكرية وأقول لك الخطأ الأكبر هو أن المؤسسة العسكرية قد وقعت اتفاقية مع أحزاب محددة وبالتالي اعتبرتها حاضنة للثورة ودون أن يكون ذلك هو الأمر الصحيح الخطأ الأكبر كان هو في أن هناك تم تحالف في البداية ما بين المؤسسة العسكرية وتلك الأحزاب الأربعة وعندما تم الاختلاف انقلب كل منهم على الآخر أنا أتحدث عن أن الفترة الاتقالية معروف في تاريخ السودان بعد أكتوبر 64 وأكرر ذلك وبعد أبريل 85 كان حاضنتها كل الشعب السوداني كل الشعب السوداني بكل أحزابه وقف معها حتى الوصول إلى الانتخابات حرة ونزيهة ارتض الجميع بنتائية من الذي عدت المسار الانتخابات الحرة والنزيهة هذه المرة الطرفان يلقيان الاتهام على بعضهما الأحزاب الأربعة أو قوى المعالضة الآن تقولوا أن الانتخابات كانت مقررة في نهاية الفترة الانتقالية المقررة بمجب الوثيقة الدستورية وكانت ستذهب إليها ولكن عطل ذلك قيادات المؤسسة العسكرية قيادات المؤسسة العسكرية تقولوا أنها عطلت الوثيقة الدستورية ولم تسمح للمكون المدني بتولي رئاسة المجلس السيادة لأنها اعتبرته ينفرد بالسلطة من الذي عطل المسار لأجل الوصول إلى الانتخابات الحرة والنزيهة التي تفصل هذا الخلاف على الأقل المكون العسكري الآن فلنقول المجلس السيادي وإذا كان بالنسبة لكم هو المكون العسكري أعلن موقفه من تاريخ الانتخابات نتمنى من الأحزاب الأربعة التي تقود المعارضة الآن أن تعلم موقفها من تاريخ الانتخابات المعلن إذا تم ذلك فأنا أؤكد لك بأن الشعب السوداني سيقف مع الطرفين ولكن لم تعد هناك شراكة كانت الانتخابات وضعت في البداية كمسار يذهب إليه في ظل شراكة للطرفان المكون العسكري الذي كان متواجد وكذلك المكون المدني المكون العسكري ألغى وجود المكون المدني واقم باستبدالهم بمن ارتضاهم وذلك لم يكن الوثيقة الأساسية وبالتالي ما هي مدى الثقة في أن هذه الانتخابات ستتم وفقا لرؤية عادلة بين الأطراف جميعها وأنا أوجه سؤالا أيضا في المقابل لماذا يقول الاتفاق بين المكون العسكري وأربع أحزاب سياسية سودانية فقط وبالسودان أكثر من 200 حزب لماذا لا نوجه هذا السؤال دكتور إبراهيم لماذا لا توجه هذا السؤال للمكون العسكري إن كان قد فعل ذلك بعلمه أن هذه الأحزاب لا تمثل الشعب السوداني فهو متواطئ ومخطئ وذلك يضع علامة استفهام على أمنته ومدى قدرة الوثوق فيه الآن إن كان قد فعل ذلك وهو لا يعلم فهذه نقطة أخرى هو أخطأ باعتبار أنهم قدموا أنفسهم له باعتبارهم قيادة الثورة وهم الذين قاموا بها وأقصوا بقية مكونات الشعب السوداني حتى تلك التي شاركت في الثورة وبالتالي أنا أقول إذا كان هناك خطأ فليس علينا أن نستمر في ذلك الخطأ علينا أن نمضي للتصحيح وأنا أعتقد بأن قرارات 25 أكتوبر جزء بذلك التصحيح وليس كل التصحيح التصحيح يتم إذا أعقب قرارات 25 أكتوبر تكوين حكومة مدنية برئيس وزراء مدني ووزراء لا ينتبون لأي حزب الأحزاب تلك الحكومة مهمتها معالجة مشاكل الناسة الاقتصادية الآن ولكن مهمتها الأولى المضي بالفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة ما بني على خطأ يجب أن لا يستمر حتى إذا كان طرفه مكوين عسكري أو مكوين مدني الخطأ هو خطأ ويجب أن تصحح القطأ أفضل من أن تمضي فيه حتى النهاية أنت تقول إنه أخطأ ولكن هناك من يقول إنه تواطأ دكتور إبراهيم كل يصف بالطريقة التي يراها إذا كان هناك من لديه معلومات أنه لا لك تواطأ فليوضح لنا كيف كان ذلك التواطأ أنا شخصيا أعتقد بأن هناك كان خطأا كبيرا أن المكوين العسكري وقع معارض حرب أربع أحزاب فقط وثيقة بمجبها تم ائتلاف حاكم وبالتالي هذا ما هو أدى إلى التناقض إذا مضوا كما مضت التجارب السودانية السابقة وأكرر في أكتوبر بعد أكتوبر 64 وبعد أبريل 85 وتم تكوين حكومة لا غير منتمية سياسيا لمضت الفترة الانتقالية في سلاسة ولكننا الآن نعبر إلى انتخابات حرة ونزيهة ونمضى كل الشعب السوداني يلتف حول حكومة الفترة الانتقالية ولماذا أيضا قبل المكون العسكري بهذه الحكومة لماذا قبل المكون العسكري بكل هذه الانتهاكات للوثيقة الدستورية ولأمانة الشعب الفريق عبد الفتاح البرهان كلما تحدث بعد 25 أكتوبر وحتى اللحظة عندما يقول يقول أن هذه السلطة أمانة والشعب السوداني والسودان أمانة لن يسلمها إما إلى حكومة منتخبة أو إلى سلطة منتخبة ولا تتجمع أو تتفق الأحزاب لماذا لم يكن واضحا بشأن هذه الأمانة منذ اللحظة الأولى ولم يرتضي أو ارتضى تلك الأخطاء التي تتحدث أنت عنها الآن دكتور إبراهيم أنا أعتقد بأن تخطئ ثم تصحح خطاك أفضل من أن تستبر في الخطأ إذا كان التوقيع الاتفاقية مع أربع أحزاب فقط بين المكون العسكري وتلك الأحزاب كان خطأا فالأفضل أننا الآن في مرحلة تصحيح ذلك الخطأ ولكن هذا التصحيح دكتور إبراهيم أسفر الآن عن أزمة سياسية طاحنة منذ الخامس والعشرين من شهر أكتوبر بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية بالإضافة إلى ما أضافته الحرب الروسية على أوكرانيا من أعباء اقتصادية على المواطن السوداني هل بالفعل كانت قرارات الخامس والعشرين تصحيحية هذا السؤال يمكن إذا وجهناه إلى أي سودان الآن يسير في الطريقة العامة أنا أؤكد لك بأن الغالبية ستأتي بأن الأوضاع الآن تصير إلى أفضل رغم الغلاء الطاحنة الذي حدث كما ذكرت بعد القرارات الدولية التي أوقفت كل الأموال التي كانت ستأتي إلى القزينة العامة والتي أيضا ما نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية برغبة ذلك أن أؤكد لك بأن الشعب السوداني سيؤكد بأن الوضع الآن أفضل من الذي كان عليه في السابق أنت كنت وزير خارجية أو آخر وزير خارجية في نظام البشير وبما أنك تحدثت عن إجراءات المجتمع الدولي إلى أي مدى تعتقد أن هذه الإجراءات عادلة بحق السودان أنا أؤكد بأن إجراءات غير عادلة وللأسف حرض عليها بعض أبناء السودان وأنا أكرر وأقول بأن المجتمع الدولي إذا أراد فعلا أن يكون مجتمعا دوليا ينال الاحترام فعليها أن ينظر إلى بذا يريده الشعب السوداني ليس لما يريده بعض أبناء الشعب السوداني الذين يريدون أن يعاقبوا شعبهم لأنهم خرجوا من السلطة أنا أؤكد بأن كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يعرف ما الذي يريده الشعب السوداني إن كان قد وجد تظاهرات في اليوم الثاني ونقلت البعثة الأممية استخدام العنف من قبل القوات الشرطية ضدها أولئي المتظاهرين كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يعرف ما الذي يريده الشعب السوداني بعيدا عن هذه الصورة التي نقلت البعثة الأممية رئيسها سيد فولكر خارج وأكد بأن التقرير الذي قدمه قد كتبه مكتبه بالخرطوم وسيعمل على تصحيحة إيأخطاء وردت فيه وبالتالي أنا أؤكد بأن التقرير الذي أنا قرأته واستمعت إليه وقدم إلى مجلس الأمن مليء ببعض المغالطات ولكن أؤكد بأن ليس الأمر كله على بيرام هناك إشكالات لكن بإذن الله سيمضي أهل السودان كما مضوا في السابق إلى تصحيح مسارهم بالصورة التي تليق بهذا الشعب العظيم طيب قلت لي إنه إذا سألت أي شخص من الأشخاص داخل في الشارع السوداني سيخبرنا بأنه الآن الأوضاع والأمور تسير إلى الأفضل دعني فقط أخبرك بأن مكتبنا في السودان مغلق بقرار رسمي من الدولة كيف يمكننا أن نسأل أي من المواطنين في الشارع السوداني إن كان هناك إغلاق لمكتبنا وعدم سمح لتقمنا هناك بالعمل هذه نقطة النقطة الأخرى لماذا تخشى السلطة ما ننقله من هناك؟ أولا أنا لم أستأزن أحدا في السلطة لأتي إلى هذا اللقاء وبالتالي هذا يؤكد بأن ليس الأمر في حجر على أي رأي إذا كانت السلطة وإتخذت قرارا ضد قناة الجزيرة أنا قادم من السجن بالأمس فقط وبالتالي لا أدري ما هي حيثيات ذلكم القرار عموما أنا مع عدم كبت أي صوت إعلامي ولينا أن نقابل أي حجة بالحجة التي تقابلها أنا لم أستأزن شخصا وأنا متأكد بأنني وأنا أجري هذا الحوار ليس هناك من سيسألني لماذا جئت فيه وبالتالي أنتم كما استطعتم أن تصلوا إلي يمكنكم أن تصلوا إلى أي باطن السوداني وأنا أرى أخبار السودان موجودة في الجزيرة مباشر وفي قناة الجزيرة طيب دكتور إبراهيم تحدثت منذ قليل عن الوحدة قلت ذلك بعدما تم الإعلان عن براءتك وأكدت على ذلك أكثر من مرة هل هناك استثناء من هذه الأحداث التي تريد أن تجلس معها على طاولة واحدة هل هناك شروط بعينها لأن هناك أحزاب ترفض تماما الجلوس معكم في المؤتمر وترفض كذلك الجلوس مع قيادات المؤسسة العسكرية أو المجلس السياد يومي لذلك أنا قادم إليكم من باحة منزلي ولو كنتم هناك لرأيتم قيادات ووجوه سياسية تمثل أحزابا كثيرة كانت موجودة جاءت لتقدم لنا التهنئة بإطلاق صراحنا وبراءتنا مما وجه لينا من اتهامات وأقول لك أنا شخصيا ليس لأي حجر على الحديث لأي حزب سياسي ظللت أعمل ذلك وأنا في داخل الحكومة وظللت أقوم بذلك وأنا نايب رئيس الحزب ومساعد للرئيس البشير وبالتالي ليس لنا أي حج ليس لنا أي رفض للتواصل مع أي حزب الذي يريد أن يتواصل معنا فمرحبا به أنا رص رئيس الحزب الآن فمجرد دخول إلى السج تم تعيير رئيس حزب آخر هذه هي الطريقة التي نمارس باع العمل السياسي في المؤتمر الوطني لكن أقول لكم بأن أي حزب يريد أن يتواصل معنا فنحن جاهزون والذي لا يريد هذا شأنه العمل السياسي ليس فيه إغلاق لباب الحديث إلى الآخرين أنت دائما تتحدث إلى الذين تختلف معهم ولا تتحدث للذين تتفق معهم لأن الذين تتفق معهم ولكن دكتور إبراهيم واسمح لي بهذا السؤال يعني الحزب كان هو الحاضن السياسي الرئيس للرئيس البشير بكل تلك الاتهامات الموجهة لرئيس البشير والتي تنسحب على حزبه كما تنسحب عليه كيف يمكن لكم أن تكونوا طرفا فاعلا وأصيلا هل لديكم أخطاء تريدون الآن تصحيحها في هذه المرحلة أولا لا يوجد حزب حكم لحوالي أكثر من 20 عام المؤتمر الوطني تم تكوينه في عام 1998 وفقا لقانون الحزاب السياسية أي حزب يحكم تلك الفترة قضعا له أخطاء لكن أنا أقول لك بأن المؤتمر الوطني عندما تم التغيير بعد 11 أبريل لم يكن المؤتمر الوطني يحكم لوعده كان عدد نسبة الوزراء في مجلس الوزراء السوداني في ذلك التوقيت أقل من 49% للمؤتمر الوطني بقية القوى السياسية كانت تشارك بأكثر من 50% في مجلس الوزراء وكانت لها مشاركة كبيرة في البرلمان المتخب الذي تم حلوه بالتالي الحزب لا بيكون وحيدا وإذا كان المؤتمر الوطني الآن قد فقد شرعيته لأن الشعب قد رفضه فالفيصل في ذلك هو الانتخابات الحرة النزيهة إذا جاءت بالمؤتمر الوطني فمرحبا وإذا لم تمنحه التفويت فمرحبا هذا رأيه الشعب السوداني الذي نحترمه لكن لا هناك من يقول أن المؤتمر الوطني من خصومنا السياسيين هناك من يقول أن المؤتمر الوطني ربما هو أنسب حزب الآن ليشكل حاضنة سياسية لقيادات المؤسسة العسكرية ويستدل على ذلك بإطلاق صراحة عدد من القيادات وتوليتهم لعدد من المناصب المهمة سواء في الاستخبارات أو في الأمن وما إلى ذلك أولا سمي لي قياديا سياسيا واحد في المؤتمر الوطني تم عينه في منصب موجودة الآن والاستخبارات والأمن هي ليست مناصب للسياسيين هي مناصب لأصحاب الخبرة في ذلك المجال وبالتالي المقارنة في هذا الأمر مرفوضة تماما وصف المؤتمر الوطني باعتبار الحادث السياسي لانقلاب العسكري الذي يسمى انقلابا عسكريا حدث في 25 أكتوبر محاولة الابتزاز المكون العسكري لا دخل لأننا بها المكون العسكري يستطيع أن يدافع عن نفسه ونحن لسما وصبض عار في جبين أي جهة نحن نفتخر بأننا حزب سياسي وطني دافع عن هذا السودان حتى سلمه عندما جاءت الثورة الشعبية التي انحازت إلى القوات المسلعة تم التسليب وحينها قدمنا أننا سنوسل معارضة مساندة ندعم الفترة الانتقالية للوصول إلى بر الأمان بالفترة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيها ولكننا وجهنا بتعسف ومحاولات الحل والزج بقياداتنا في السجون وحتى الآن لم يستطيعوا أن يقدموا قياديا سياسيا واحدا في المؤتمر الوطني وإدانتي أمام القضاء وهذا يؤكد بأن تلك القيادات قيارات نزيها ومن لديه عليه أي حمولة ضد تلك القيادات فليقدموا إلى القضاء أعلننا منذ أول يوم أننا لسنا مع ما هو مزلب ولكننا نرفض الابتزاز السياسي والمحاكمة السياسية دون أن تكون لذلك محاكمة قضائية عادلة هل يمكن أن تخبرني كيف ترى وتتابع التعامل الأمني مع التظاهرات التي تخرج في الشرع أيما كان موقفك من هذه التظاهرات حتى وإن كنت تراها تظاهرات ضئيلة وقليلة مثلا أو تراها لا تعبر في هذه اللحظة عن رأي شاب السدني ولكن كيف تنظر إلى التعامل الأمني مع هذه التظاهرات أولا أنا بالحيث المبدأ أدير أي تعامل أمني شرس ضده مظاهرات سياسية تريد أن تعبر عن رأيها وكانت مظاهرات سلبيا لكن الآن هناك تبادل للاتهامات بين سلطات الأمنة السودانية وعلى رأسها الشرطة وبين المتظاهرين أن هناك عنف وهناك تتريس للطرق وهناك إغلاغ لها وهناك تكسير لبعض الممتلكات الخاصة والعامة وبالتالي الشرطة تواجبة أنا ضد أي تعامل يؤدي إلى زهق أرواح أبناء الشعب السوداني وبالتالي نرجو أن يصل الجميع نحافظ على حقوق الشعب السوداني في التعبير السلبي عن آرائه وفي نفس الوقت نحافظ على أرواح أبناء شعبنا إذا وصلنا إلى هذه المعادلة فهذه هي الديمقراطية والحرية والعدالة التي نشهدها طلبت مني أن أسمي لك بعض القيادات التي تم تولياتها هناك من يقول أن اللواء محمد صبيرة مدير جهاز الاستخبارات العسكرية والفريق أحمد المفضل الذي كان رئيساً لحزب النؤتمر الوطني في ولاية جنوب كردفان هم قيادات لحزب المؤتمر أنت قلت لم يتم تعيين أي من قيادات حزب النؤتمر أو من متمينة لحزب النؤتمر إلى في مناصب داخل الدولة في هذه المرحلة وذلك ينفي عنكم أي اتهام مرتبط بمحاولتكم أن تكونوا حاضنة سياسية لقيادات المؤسسة العسكرية الآن؟ للأسف لا أعرف معرفة شخصية ولا حتى معرفة عامة بالفريق طويرة ولكن الدكتور أحمد مفضل كان قيادياً في جهاز الأمن والمخابرات وكان نائباً لرئيس جهاز الأمن والمخابرات عندما تم تعيينه والياً وفقاً للنظام الأساسي للمؤتمر الوطني وللدستور صار رئيساً للمؤتمر الوطني وأنا أعتقد بأنه هو خبرته في الأساس خبرة أمنية وتعينه مديراً لجهاز الأمن لم يغير في المعاملة شيئاً أنا كنت رئيساً للحزب عندما اعتقلت في جهاز المخابرات في الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 يناير الباضي اعتقلني الجهاز الذي رأسه السيد أحمد مفضل بالتالي هو مارس السلطاته وفقاً للقانون في حبسي ولذلك ألا لا أتحدث عنها عن انتماء سياسي مباشر وأحتفظ ببقية ما أريد أن أقوله عن تلك الفترة التي اعتقلت فيها دون أن أتحدث عنها بالتفصيل فقط برد نعم بالتأكيد هذه الفترة قد مضت دانيا سألك سؤالاً ربما قد يبدو الأخير وفقاً لإجابتك دكتور إبراهيم كيف تبعت أداء دكتور عبدالله حمدوك أولاً عند تأداء معرفتي بالدكتور عبدالله حمدوك تمتد قبل أن يصير رئيساً للوزراء كانت معرفة شخصية عرفته من خلال وجوده في الأمم المتحدة في أديس أبابا من خلال Economic Commission for Africa وعرفته معرفة شخصية قبل ذلك تحدثت كثيراً على الاقتصاد والسياسة في السودان عندما جاء تعيينه رئيساً للوزراء في السودان خرحبت باسم المؤتمر وطني بذلك التعيين وقلت أنه سينجح إذا ترك لوحده لكن لم يترك لوحده وحضراته السياسية لم تتركه وبالتالي أدى ذلك إلى الفشل الذي حدث ومعروف أن الشعب السوداني قد دفع ضريبة باهظة جداً معرفة بالدكتور عبدالله حمدوك هي جانب شخصي ولكن تقويمي للأداء في تلك الفترة أتركه للشعب السوداني الذي عاش البرارات خلال الفترة التي تولى فيها الأخ دكتور عبدالله حمدوك رئاسة الغزراء في السودان هل لديك رسالة محددة إلى الفريق عبدالفتاح البرهان لضمان خروج السودان في هذه المرحلة من الأزمة السياسية الطاحنة التي تشهدها السودان منذ 25 وحتى اللحظة رسالتي لسعادة سيد الفريق الرئيس عبدالفتاح البرهان الرئيس المجلس السياني الإسراع بتكوين حكومة مدنية برئاسة رئيس وزراء مدني ووزراء لا ينتبون لأي من الأحزاب السياسية وتحديد تاريخ محدد وتوقيت للانتخابات وبداية الإجراءات الفعلية للوصول لتركة الانتخابات حتى يأتي الشعب السوداني بمن يريد أن يفوضه لحكم الفترة القادمة ونمضي بذلك في بداية نظام ديمقراطي منتخب من الشعب السوداني حتى يصلح حال السودان وماذا عن عودة المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها مرة أخرى دكتور إبراهيم تكوير حكومة مدنية ووصول الانتخابات يعني قضع الرجوع المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها المؤسسة العسكرية أكدت على الدوام أنها لا تريد أن تعكم إنما تحكم الآن بالضرورة لأن هناك فترة اتقالية مختلف عليها أنا أتمنى أيضا من الحزاب السياسية أن تتوافق لتدعم تعيين رئيس وزراء بدري وحكومة لا تنتبه سياسيا لأن ذلك قد تم في تجارب سابقة ولا أريد أن أكرر لأننا فعلا وقتها سنمضي إلى انتخابات وأتمنى أن ينتظر الجميع الانتخابات ولا يعمل على عرقلتها كما يحدث في بعض الأحيان نعم شكرا جزيلا دكتور إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول كنت معنا عبر الإنترنت من الخرطوم لك جزيل الشكر ينضم إلينا عبر الإنترنت من الخرطوم معز حضراء المحامي وعضو هيئة الاتهام في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وينضم إلينا كذلك في أهل استوديو الكاتب أصحفي ضياء الدين بلال ورحي وضيفي وأريد أن أبدأ معك سيد ضياء كيف طبعت ما قاله الدكتور إبراهيم غندور بشأن هذه المرحلة الخامس والعشرين من أكتوبر انقلاب أم عدم انقلاب الوحدة وكل هذه النقاط دكتور عبدالله دكتور غندور من السياسيين يصفوا بالاتزان والموضوعية لحد كبير جدا وحتى حينما تعامل مع حكومة حمدوك تحدث عن المعارضة مساندة وليست معارضة قائمة على المواجهة وبالتالي من خلال تداعيات المحاكمة وضح بأن هناك فبركة تمت للاتهامات المتعلقة به صحيح أعتقد أن ده موقف طبيعي للمؤتمر الوطني لأنه الآن أصبح في وضع طبيعي عكس ما كان عليه الوضع قبل 25 أكتوبر فبالتالي هو يستفيد من هذه الإصلاحات وللتالي يشكل موقف إيجابي منها فبالتالي أعتقد أن ذلك موقف طبيعي من دكتور عبدالله حمدوك من دكتور غندور أذهب إليك سيد معز حضرة سيد معز كيف تبعت هذا اللقاء وكيف تعلق تحديدا على مسألة البراءة وأثقة في منظومة العدالة السودانية أولا أنا لا أتفق مع ما ذكره صديقي يغدين بلال أنها فبركة لأن هذا البلاغ هو بلاغ جناي نفصل بين الشيء السياسي وشي جناي هذا بلاغ جناي تم بناء على معلومات من جهاز الأمن الذي كان يتكلم عنه سيد غندور نفسه وردت معلومات أن هناك تخطيط لعمل ما الشاكي في هذا البلاغ هو الشرطة الأمنية أصلا كل غيادات الشرطة وكل غيادات جهاز الأمن الذي يتحدث عنه الغندور هي بغاية المطمر الوطني والإنغاز هي التي كونت هذه الأجهزة هذا البلاغ تم فتحه بواسط هذه الأجهزة الأمنية بناء على معلومات وردت تم ذهاب إلى النيابة البلاغ الشاكي فيه ليست جهة سياسية ليست القوى الحرية والتغيير ليست لجنة التفكيق عشان نكون نتعامل تعامل موضوعي هذا البلاغ حسب متابعة اليه في بينات كانت كافية ومرتبط ببلاغ آخر هو البلاغ رغم 38 متهمين فيه جزء من الغوات النظامية والبلاغ داخل دمتوا الاستخبارات العسكرية وفي بينات كثيرة حول هذا البلاغ تم تقديمة وما زالت أجزاء من هذا البلاغ في مجموعة السلام تحاكم وبالتالي ننظر للبلاغ يعني من حيث الوغايع أنه بلاغ جناي ومربوط بما يسمى جرائم الإرهاب وغواعد جرائم الإرهاب هي غواعد تختلف عن غواعد الإثبات العادية يعني غواعد وضعت في ظل النظام المؤتمر الوطني الكامبر أو الغندور نفسه هي غواعد أنه أي أغوال أي متهم بيقدم أغوال بتؤخذ على بغية المتهمين الآخرين وبينة المتهم يمكن أن تخذ ضد الآخرين وهذه الغواعد وضعها جلال الدين محمد وصمان رئيس الغضاء السابق تقاعد عمر البشير وهذه الغواعد تمت محاكمة بها قوات العدل والمساواة عندما دخلت الخرطومة التي أرأسها جبتور جبريل الآن وتمت محاكمة عبدالعزيز عشر وآخرين ويضغل لهذه الغواعد وتمت إدانتهم بالإعدام يعني غندور الآن هو يحاكم بنفس الغواعد التي وضعها حزبه عندما كان في السلطة وعندما كان يحاكم المعارضين بواسطة هذه الأشياء نحن الآن أمان غرار غضائي صدر من أول محكمة درجة هناك ما زالت أربع درجات للاستهنافات فأنا أعتقد أن الحديث سابق لأوانه أن هذا البلاغ فبرك أو غير فبرك لأن هناك بينات ضبطت هناك احترافات غضائية هناك مستندات ضبطة هناك شهود في هذا البلاغ وضحت الفكرة سيدة معز حضرة عضو هيئة الاتهام في محكمة الرئيس المعزول عمر البشير عضو لك مرة أخرى سيدة ضياء الدين كيف طبعت ما قاله المحامي معز حضرة ويبدو أن لديه رأي آخر بعيدا عن التإزان السياسي بغض النظر عن الآراء السياسية هناك حكم قضائي بحيثيات محددة قدم بأن هناك فبركة تمت في هذه البلاغ وأن الشاهد الأساسي الذي حاول أن يتحول إلى شاهد ملك قدم احترافات بأنه تعرض لضغوطات من قبل النيابة ومن قبل الشرطة فبالتالي هو أدل بهذه المعلومات وهذه هي الحيثيات الأساسية المتوفرة تسييس العدالة جزء من الممارسة السياسية السالبة في السودان مورس في فترات السابقة وحتى مورس في عهد الإنغاز يكفي المعيس حضرة بأنه يتعامل بذات القوانين التي تعاملت معها الإنغاز التي تمت الصورة عليها فبالتالي هم يستخدموا ذات الأدوات لذلك يصلوا إلى ذات النتائج وجزء أساسي من أزمة السياسة السودانية هذا التسييس الذي يتم لموازين للعدالة ولجنة التمكين كانت هي أكبر مصهر لهذا التسييس كانت تسييس العدالة وكانت تحاكم الآخرين يكفي أن هناك شخصيات لهم ثلاث سنوات لم يقدموا إلى محاكمة فبالتالي هذا لا يحدث في ظل نظام دموراتي لا يحدث في ظل نظام انتقالي لا يحدث في ظل ثورة تدعو إلى العدالة وتدعو إلى السلام وتدعو إلى الحرية ولكن حزب المؤتمر الذي كان يرأسه دكتور إبراهيم الغندور هذا الحزب موجه إليه اتهمات تابعة للاتهمات التي وجهت للرئيس البشير ربما هذا الاتهام الذي وجه مسألة تقويض العدالة والإرهاب ونكما يقول أنه لم يكن الاتهام الصحيح الذي يجب توجيهه لقيادات حزب المؤتمر نعم هذه الحزب المؤتمر الوطني ارتكب كثير من الأخطاء والدليل على أن هناك صورة قامت عليه والدليل أن هناك رفض جماهير واسع قد حدث فبالتالي أولى أنا أشير لدكتور عبدال لدكتور غندور بأنه كان أولى أن يمارس المؤتمر الوطني نقد زاتي ومن خلاله يبرئ نفسه ومن خلاله يقدم بعض الشخصيات حتى المؤتمر الوطني في فترة من الفترات كان يتحدث أن هناك فساد داخل أروقته وتم تقديم شخصيات وكانت هناك حملة لإصطياد القيطة السيمان فبالتالي أولى للمؤتمر الوطني أن يمارس نقد زاتي وأن يبرئ نفسه من تهم الفساد خاصة متعلقة بالأشخاص ولكن أن يكون هناك إخصاء كامل للتيار الإسلامي أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى التعزيم وسيؤدي إلى مواجهات بأشكال مختلفة الوضع في السودان الوضع هاش يحتاج إلى توافق توافق وطني عريض ما بين كل الطيف السياسي كل عمليات الإقصاء في السياسة السودانية أدت إلى انقلابات أستوقفك عند نقطة التوافق حتى الكل يتحدث الآن عن التوافق ولكن لا يبدو أن كل من يتحدث عن التوافق يقصد بالفعل التوافق مع كل الأطياف والقوى السياسية لا المعارضة قادرة على الوصول إلى صيغة وفقية بينها وبين بعضها البعض ولا السلطة قادرة على الوصول إلى صيغة وفقية بينها وبين المعارضة ولا الشارع قادرة على التوافق مع كل ما تطرحه السلطة السياسية بكل مكوناتها. لا نتحدث عن توافق تام. لا نتحدث عن توافق تفصيلي في كل الحيثيات. نتحدث عن توافق يتيح تأسيس قائدة لانتقال الديمقراطي. توافق على القوانين. توافق على الانتخابات. توافق على أن يكون هذا الصراع المحتدم الآن الذي يدور في الشارع إلى صراع تنافس الانتخابي. كل من خلاله يتم فرز القوى السياسية. أبصد قواعد الانتقال الديمقراطي الآن. نعم. توافق حول قواعد. مسألة أين ستكون المؤسسة العسكرية في السلطة. هل ستظل قائمة في السلطة؟ هل ستخرج تماما من السلطة وتعود إلى ثكناتها ولا تمارس السياسة؟ هذا هو أبسط أبسط تعلم. هذا معطف في الممارسة السياسية السودانية والقوات المسلحة تكون ضامل الفترة الانتقالية. تكون ممارسة للفترة الانتقالية. تكون حاضرة في الفترة الانتقالية. وتمهد من خلال التحاور مع القوى الأخرى. القوى السياسية لتأسيس لقانون الانتخابات لممارسة انتخابية نزيهة. ويمكن أن تتوفر فيها الرقابة الدولية والإقليمية. ومن ثم يتم الانتقال وتعود المؤسسة العسكرية إلى سكناتها. هذا هو الوضع الطبيعي. لا نستطيع أن نتصور بأن الفترة الانتقالية ستدار تماما دون أن يكون هناك إشراك للجيش. الجيش أكبر سلطة مؤسرة في الواقع السياسي السوداني. لا تستطيع أن تنأى بها جانب في الفترة الانتقالية. إذا كانت هناك قوة سياسية حريصة على الانتقال الدمغراطي. وحريصة على الحكم المدني. يجب أن تسارع بأن يكون هناك انتخابات. يجب أن تسارع بأن تؤسس لهذه القاعدة التوافقية على الانتخابات. حتى يتم التنافس ما بين قوة المدنية. وتتوفر المبررات والحيسيات الموضوعية لأن يسهب الجيش إلى سكراته. ولكن في فترات الانتقال حدث في الممارسة السياسية السودانية. حتى في 6 أبريل 1985. أن كان هناك مجلس انتقالي لفترة زمنية محددة. ومن خلال مجلس وزراء مدني. وتم الاتفاق على قانون انتخابات. ووجرة انتخابات. وتم الانتقال. هذا هو الوضع الطبيعي. الشراكة التي كانت قائمة فيها كثير من المشاكل. وفيها كثير من الأزمات. والوسيقة كانت مضقوبة. وفيها كثير من الأخطاء. وتم انتقاضها من الأطراف كلها. كان الأولى أن يتم احتماد النموزي الذي تم في 1985. بأن يكون هناك مكون عسكري. مفصل عن المكون المدني. لأن الطبيعة المختلفة للعسكريين تختلف عن الطبيعة المدنيين. فبالتالي من الطبيعي أن تصل الشراكات المشكلة بهذا الشكل إلى نهايات كارسية كما يحصل الآن. شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي ضياء دين بلال. لك جزيلا. شكرا. مشاهدين المسائية مستمرة. ونلتقي بكم بعد قليل في قراءة في أمهم ما أوردته أصحاف العالمية القوناة.